السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تغييرات جديدة ابتداء من 1 أكتوبر 2022 فيما يخص شيك تيكي غستغو والذي كان من قبل ثمنه 19 أورو تقرر رفع من قيمة هذا الشيك إلى 25 أورو يوميا لدفع ثمن الوجبات للعمال وهذا الشيك طبعا يدفع من قبل الشركات للعمال الموضوع الثاني فيما يخص الفحص التقني للدراجات النارية والذي كان مبرمج شهر أكتوبر الحكومة صرحت هذا اليوم أن هذا الفحص غير مجبر على تطبيقه ثالثا فيما يخص حملة التلقيه بداية حملة التلقيه ضد الألف والنونسا وضد كورونا سيكون كحد أقصى في 18 أكتوبر 2022 مساعدة جديدة فيما يخص لزالوكاسيو دوسوتيان دوفامي وهذه المساعدة توجه للأمهات والأباء الذين يتكفلون بأبنائهم وحدهم بدون وجود الآخر سواء الأب أو الأم في حالة الطلاق أو في حالة وفاة أحد الأبوين ستعرف هذه الزيادة نسبة 50% ابتداء من شهر نوفمبر 2022 وستكون قيمتها 185.33 أورو 185.33 أورو شهريا لكل طفل وهذه المساعدة تقدم طبعا من طرف وكالة لكاف أو أمسا بالنسبة للعمال الذين يشتغلون في القطاع الفلاحي هذه في حالة الرجل لا يعطي النفق الخاصة به والموجهة لأبنائه أما إذا كان الرجل يعطي النفق فهذه القيمة أو هذه المساعدة لا تتعدى 123.54 أورو والجديد في شهر نوفمبر أيضا في حال إذا كانت المرأة متلقة أو العكس أو الأبوين انفصلة ولهما أولاد ويشتغلون وهم الضرين لترك أبنائهم سواء في لكخاش أو عند الاسستانس سوسيال أو لانونو الخاصة برعاية الأطفال في فترة غيابهم هناك مساعدة تكملية يمكن طلبها وتسمى CMG هذه المساعدة كانت في الماضي تمنح إلى غاية وصول الأطفال 6 سنوات أما الآن وحتى يصل الطفل 12 سنة فقط ويمكن طلب هذه المساعدة من وكالة لكاف أو من وكالة لأمسا في موضوع آخر صرح وزير الحسابات العامة الفرنسي أطال أن الحكومة الفرنسية لاحظت ارتفاع كبير لتصاريح التوقف عن العمل لزغط خضاي الأشخاص الذين لا يتوجهون إلى طبيبهم الخاص في حال مرضهم ولكن يلجأون إلى الاتصال بإطباء آخرين وهذا عن طريق تقنية الفحص عن بعد تيلي كونسلتاسيو للحصول على التوقف عن العمل أغد خضايي وهذا ما كلف حسب تصريح وزير الحسابات العامة الفرنسي أطال كلف الحكومة 100 مليون أورو السنة الماضية حيث قال أن هناك تجاوزات فبإمكان الشخص فقط باستعمال هاتفه إيجاد طبيب يقوم بتقديم له توقف عن العمل أغد خضايي دون عناء التنقل إلى العيادة أو إلى طبيب العائلة لإجراء الفحصات اللازمة والتي تقرر استفادة الشخص من توقف عن العمل أو من عدمه ولهذا قررت الحكومة الفرنسية أن أي شخص يقوم بتقديم توقف عن العمل أغد خضايي صادر من غير طبيب العائلة صرح أن الضمان الإجتماعي سوف لا يسدد التعويضات اليومية للشخص الذي قام بتقديم توقف عن العمل صادر من جهة أخرى أو من طبيب آخر غير طبيب العائلة وقال الوزير أن الحكومة ستصادق على هذا التغيير قريبا كان هذا كل ما لدينا لنهار اليوم أتمنى أن يستفيد الجميع وإذا أعجبكم المحتوى لا تبخلوا علينا بلايك والاشتراك في القناة وبرك الله فيكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة